في اليوم الاول لانتهاء مفعول العقوبات الدولية العسكرية المفروضة على ايران بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 بدأ رئيس الاركان في القوات المسلحة الايرانية الفريق محمد باقري زيارته الى موسكو ليؤكد بذلك طابع العلاقات المتينة بين روسيا وايران في المجال العسكري علاقات شهدت نقلة نوعية في العقد الاخير من خلال رفقة السلاح وامتزاج الدماء في المعركة المشتركة ضد الارهاب وفي سبيل الحفاظ على الدولة السورية نعرب عن امتناننا للتعاون العسكري غير المسبوق الذي تطور في السنوات الاخيرة بين البلدين حرب الجيش الروسي على الارهاب في سوريا جنبا الى جنب مع القوات المسلحة الايرانية ساعدت في الحفاظ على هذا البلد من حيث المبدأ واضح ان الجنرال الروسي الرفيع هو الاخر سعيد بمتانة العلاقات بين جيشي البلدين ويرى في تعزيز التعاون العسكري بينهما وانخراط ايران في البنى الاقليمية المؤثرة مثل منظمة شانجهاي للتعاون يصهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي والدولي العلاقات العسكرية الروسية الايرانية تتطور بديناميكية عالية تحمل طابعا متعدد الاوجه والدليل على ذلك هو الكفاح المشترك ضد الارهاب الدولي والاهم ان روسيا مستعدة للحفاظ على وتائر تعزيز هذه العلاقات لدى روسيا وايران المزيد من المشاريع المشتركة لتطوير التعاون في المجال العسكري ابتداء من التدريبات والمناورات المشتركة وانتهاء بصفقات سلاح متطور وتصنيع عسكري مشترك ليكون هذا التعاون متناغيما مع المستوى الرفيع للعلاقات السياسية التي ستدشن في الافق القريب مرحلة اسمى من الشراكة الاستراتيجية